السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب اليوم قدي نحضر معكم حلوة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة اقتصادية كتعدى كمية كتيرة كتجيه شيشة الدوب دوبان في الفم الى اعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك واتبارتاجوا مع اصدقائكم لتعمل فائدة نحتاج في المكونات 250 جرام من الزبدة نستعمل زبدة العلبة كأس من السكر السقيل أو السكر غلاسي فانيليا جوج أكيز نضيف رشاة مالح لتحسين الضوء نخدم المكونات جيدا حسن نحصل لخالة كريمي نستعمل زبدة العلبة ممكن تستعمل زبدة حيوانية نضيف جوج بيضة و أصفر بيضة واحدة أبيض بيضة نحسن بيضة نحسن ندهن به الوجه دي الحلوة نخدم المكونات جيدا هذه الحلوة سريعة للتحضير بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت اقتصادية كتعطينا كمية كثيرة من بعد ما خدمت المكونات جيدا نضيف كأس من النشا أو مازينة نفس الكأس اللي وزنت به المكونات كلها اللي هو كأس العنبة كي وزن 150 جرام نضيف 200 جرام من الفول السوداني أو الكوكو بيدون قشر محمر ومتحون ممكن تعوضوه باللوز كان جمع المكونات من بعد نضيف الدقيق بشكل تدريجي الدقيقة أنا غربلته من قبل نضيف الكأس الأول الكأس الثاني الكأس الثالث الكأس الرابع خميرة الحلويات 8 جرام كيس واحد فقط ندخل الدقيق في الخاليط إلى خصن الدقيق نضيف مرة أخرى نجمع العجين حسنا نحصل إلى عجينة نضيف مرة أخرى كمية الدقيق ممكن تستعمله أكثر ممكن أقل على حسب نوعية الدقيق اللي استعملتهم نضيف أربع كؤوس في الأول نضيف ربع كأس من الدقيق الكمية اللي استعملت أربع كؤوس وربع من الدقيق نضيف مرة أخرى نجمع العجين حسنا نحصل على هذا القوام كيف تشوفه نضيف مرة أخرى نضيف مرة أخرى نقسم العجين إلى نصفين نضيف مرة أخرى نضيف مرة أخرى نضيف مرة أخرى نضع عجين نقطع قطاع بالكاس نستمر بنفس طريقة نحصل على شكل هلال نجمع الزوائد نجمع الزوائد نضيف العجين 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 كيف نحن نضيف العجين نضيف العجين نضيف العجين حلوة التي تجيه الشيشة الدوب دوبان في الفم هذا الشكل ديالها من التحت هذه الصينية الثانية حلوة اقتصادية قد تعطينا كمية كثيرة أنا حصلت على هذه الكمية إلى ضعفة المكونات تحصلوا لكمية أكثر هذا هو الشكل ديال حلوة بعد ما حطيتها في صحن تقديم حلوة ممكن تقدموها مع الشاي أو القهوة حلوة سهلة سريعة تحضير بلا كثرة القوام بلا طابع كجيه شيشة الدوب دوبان في الفم هذا هو الشكل ديالها عن قرب سنقسم لكم وحدة بيتشوفوا الشكل ديالها كيف أعمل من الداخل إذا أعجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة من اللايكات ديالكم ما تنسوش تبرتجو الفيديو مع أصدقائكم لتعمل فائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله